أعتقد الكتل السياسية جميعا سوف لن تنجح بأي مبادرة من مبادراتها لأن المبادرات من الكتل السياسية هي نابعة من مصالح ضيقة من مصالح فئوية من مصالح تغلب الجانب التحالفي على الجانب الاعتباري للوطن وإلى المواطن وإلى العملية السياسية بدليل وجدنا أن الإطار التنسيقي أعطى مبادرة وهناك فيها جوانب إيجابية لكن سرعان ما هناك مبادرة من التيار الصدري عاكست وشاكست هذه المبادرة الآن الحزب الديموقراطي الكردستاني بعد أن استشعر أن هناك ثمة خطر بتحالف جديد أي قبول الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية مع تحالف السيادة بقبوله بالمبادرة إلى الإطار التنسيقي هو الآن يعلن ويطرح نفسه كوسيط أو كمبادرة لا أعتقد لهذه الوساطة أو لهذه المبادرة سوف تعطي أكلا إلى العملية السياسية وتجد يعني للجمود السياسي وليس الإنسداد السياسي أن تكون هناك تحرك أو المياه الراكدة الآن في العملية السياسية أن تتحرك بحجر أي مبادرة من المبادرات التي تطرح من قبل الكتل السياسية لكن من الممكن للعمل السياسي أن يتحرك بواسطة المؤسسة القضائية والمؤسسة القضائية يعني من الممكن أن تجد لها منفذا بأن الدستور قد خرق بأن التوقيتات الدستورية عدم الالتزام بها هو يكون تحدي ويكون أحدى المخاطر التي تهدد أمن البلاد ومن هذه المسؤولية العامة والمسؤولية المطلقة من قبل أحدى مؤسسات الدولة العراقية وحد أركانها هي المؤسسة القضائية أن تأخذ بزمام الأمور من الممكن للمؤسسة القضائية أن يكون لها وسيط أو يكون لها دور الوسيط ما بين الكتل السياسية تجمعهم على طاولة مستديرة لكن من أن لا تدخل في العمل السياسي أن لا تدخل في صلب العمل السياسي وهناك من الممكن أن تكون المهارة وأن تكون القدرة والقابلية على الفصل ما بين الجانب القضائي القانوني والجانب السياسي هذا من الممكن أن يكون فيه العمل حذر شديد ومن الممكن بالشكل الآخر أن تأخذ المحكمة الاتحادية وهي تعمل من ضمن إطار المؤسسة القضائية أن تعمل على أن تكون هناك قرارات من المحكمة الاتحادية يعني تحرك المؤسسات ومنها مؤسسة البرلمان عليها أن تعقد جلسات مجلس النواب وإلا سوف تكون هناك إجراءات من قبل المحكمة الاتحادية بقوانينها ضد مجلس النواب لأنه لن يستطيع إنعقاد الجلسة ومن ثم